في اللغة الجافة يمكنك أن تقوم باستخدام الشكل التالي لجمع بين النصوص يعني تقوم باللصخ النص مع النص آخر يمكنك ذلك من خلال العلامة زايد لنأخذ مثلا لنفترض لتواجد لديه من التغير سوف تسميه text يساوي أرغب بكتابة جزء من النص على سبيل مساء I love ولديه على سبيل مساء جزء آخر من النص على سبيل مساء هنا جافة وأرغب على سبيل مساء بأن نقوم بجمع النصين مع بعضهم بكل سؤالة نقول زايد نقول جزء التالي من النص أجمع لي مع جزء التالي من النص وكذين كان يتواجد لديك مزيد من النصوص لنقوم بالتجمع مثلا ما تشاهد لنأخذ مثلا بشكل أوضح لنفترض أرغب بأن نقول قم بالطبع للقيمة التي يملكون متغير التالي زايد القيمة التالية لنقوم بمشاهدة مثلا تشاهد بالنسبة للجزء التالي لنأخذ مثلا عنها لنفترض أرغب بنقول أرغب الجامعة القيمة لازم لكم متغير التالي بالنص الذي يقوم بتحديثي لنفترض الجزء التالي من النص بس متشاهد؟ إذن الآن تعلمت كيفية ربط النصوص ببعضهم من خلال الجافة في الامتحان الجافة في الجامعة قمت بارتكاب خطا ما لنقوم بأعطيكم مثال قم بوضع الجواب في التعليقات ثم قم بإكمال مشاهدة الفيديو إذا قمت بك كتابتنا على سبيل المثال 20 زايد 25 زايد الجزء التالي من النص ماذا سوف يكون النتيجة؟ قم بوضعها في التعليقات ثم قم بمشاهدة الفيديو الخطة إذا قمت بارتكابها قمت بوضع الجواب سوف يكون في مثال حالي 2025 لأنني كنت أعتقد أن الجزء التالي سوف يتم اعتبارها كالنص لأنه يتم تخزينها دمنا متغير من نوع بينات نصي ولكن الجواب كان خطأ شاهد النتيجة؟ سوف يتم اعتبارها الجافة على أنك تقوم بعمل عمليات حسابية ثم تقوم بالجمعية بالنص التالي طيب ماذا لو قمت بوضع بعض جزء من النص والجزء التالي من عمليات الحسابية؟ قم بوضع الجواب في التعليقات ربما قمت بإجابة لشكل خاطئ من جديد هنا أو بعض أي جزء من النص عندما تقوم بجمع العداد سوف يقوم الجافة بالتحويل ذلك الجزء إلى بينات من نوع النصي يعني سوف يتم اعتبار الجزء التالي كالنص وبالتالي في مثال حالي سوف يتم عرض 2025 مثل ما تشاهد؟ ولكن سوف يقول بعض منكم طيب أستاذ ماذا لو كنت أرغب بعمل عمليات حسابية والنتيجة يتم طبعها دمنا الأجزاء النصوص؟ لكي يكون كل شيء بالنسبة لكم واضح سوف أقوم بوضعنا الزائد بشكل التالي لنفترض أرغب بأن يعتبر جافة أن الجزء التالي يكون عبارة عن عمليات حسابية والنتيجة يتم طبعية بين الجزء التاليين من النص كيف يمكنك ذلك؟ يمكنك ذلك عبر وضعهم دمن هذه الأقواس والنتيجة عمليات الحسابية سوف يتم طبعية في ذلك المكان في مثال حالي سوف يتم تخزين النتيجة دمنا المتغير التالي مثلا ما تشاهد؟ لنفترض أرغب بمزيد من عمليات حسابية على سمينسال ناقص عشر أي شيء عشوائي مثلا ما تشاهد؟ إذا لم تعلمت هذا الجزء المهم لك تتجنب اتكاب الأخطاء عندما تقوم باستخدام الجافة الآن سوف أقوم بيعطيكم درس عن الرياضيات في الرياضيات يتواجد أولويات للعمليات الحسابية الأولوية يأتي في البداية إلى العمليات داخل الأقواس ثم للقوة S ثم الضرب والقسمة ثم الجمع والطرح فهذا يعني كنا نرغب بعمل عملية حسابية وضمن عملية الحسابية نرغب بأن يتم عمل عملية حسابية لجزء ما في البداية ثم باقي جزء يمكن أن نقوم بواديهم دمن الأقواس لنا أولوية للأمور التي يتواجد دمن الأقواس لنفترات أرغب بعمل عملية حسابية على سبيل مساء لتواجد لديه متغير من نوع بينات دبل الأرقام التي يحتوي على فاصله على سبيل مساء أرغب بتسمية متغير result يعني نتيجة يساوي أرغب بالتخزين دمنها النتيجة عملية حسابية التي أرغب بقيام بها لنفترات أرغب على سبيل مساء بجمع العدد 10 مع عدد 15 في البداية ثم أرغب بأن أقوم بضربهم بالعدد 5 سوف أعتقد بعض منكم أن نقوم بقيام بكل شيء بشكل صحيح ولكن هذا الشيء خاطئ لماذا؟ لأن الأولوية يكون للضرب فهذا يعني لن يتم جمع 10 مع 15 سوف يأخذ أولوية للضرب في مساء حالي فهذا يعني سوف يصبح 15 درب 5 ثم زائد العدد 10 يعني نتيجة مختلفة كلية عن الأشياء التي نحن نرغب بحسول عليها قلنا نحن نرغب بجمع العدد 10 مع عدد 15 ثم دربهم بخمسة فهذا يعني يمكن أن نقوم بوضع الجزء التالي ضمن الأقواس لكي يتم عمل عملية حسابية لهذه الجزء لأن الأولوية لها ثم النتيجة يتم دربها بالعدد 5 أو بأي شيء آخر نحن نقوم بتحديدها مثل ما تشاهد؟ ألن أصبح ناتج صحيح؟ مثل ما نحن نرغب بها ماذا لا يتواجد في العملية حسابية خاصة بنا؟ أيضا قسمة على سبيل مساء هنا نقوم بوضع 100 تقسيم كيف سوف يكون الترتيب الأولوية؟ الترتيب الأولوية هي لعملية حسابية ضمن الأقواس في البداية ثم قوة S قوة S في مساء الحال لا يتواجد ثم يكون ترتيب للضرب والقسمة ثم الزائد والطرح في مساء الحالي الجمع والطرح لا يتواجد لأن الجزء التالي لا يتواجد وباقي الجزء لا يتواجد فالقسمة والضرب سوف يكون ترتيب في حال كان العادات العادات الإنجليزية سوف يكون ترتيبهم من جهة اليسار إلى اليمين في حال كان عاداتを باللغة العربية سوف يكون ترتيبهم من اليمين إلى اليسار في مساء الحالي سوف يكون ترتيب بشكل تاني في البداية القسمة لقطع chloride يأتي في البداية ثم مددد فهذا يعني في مساء الحالي نقول 100 تقسيم النتيجة التي سوف يقوم بعد لنا في مساء الحالي هو 15 مية تقسيم خمسة عشرين يكون اربعة ضرب خمسة سوف يكون عشرون انا فقط اعطيكم امثلة لسما انت شاهد. طيب لان افترية تواجه في عملية حسابية خاصة بنا ايضا زائد خارج الاخواس على سمسال اه هنا ارغب بكتابة خمسين زائد بالشكل التاني سوف اعتقد بعض منكم خمسين زائد مية يعني مية وخمسون ثم تقسيم خمسة عشرين يكون ستة ضرب خمسة ولكن هذا الشيء غير صحيح لان اولوية للامور داخل اخواس ثم للعادات الذين يملكون قوة اس في مسان حال لا يوجد اي اعادات يملكون قوة اس فهذا يعني لاحقا سوف يكون اولوية للضرب والقسمة ثم جمع والطرح فهذا يعني في مسان حالية ترتيب الاولويات سوف يكون كالتالي والنتيجة سوف يقوم بيجاب لنا سبعون يمكنك ان تقوم بالتحديد بنفسك في المستقبل من اين يأتي الاعدات ولكن المهم ان تفهم كيف يعمل النظام الاولويات وايدة عمليات حسابية في الرياضيات لك تتجنب من ارتكاب اخطاء عندما تقوم بعمل اي عمليات حسابية لناخذ مثال من الارض الواقع لنفصل ترغب بانشاء تطبيق او برنامج يقوم باعادة المتوسط العلامات الطالب كيف يمكننا قيام ذلك في البداية يجب علينا نقوم بالتفكير كيف يمكننا قيام ذلك في عقلنا ثم نقوم بالتحويل الى العمليات حسابية لكي تم عرض العمليات حسابية بشكل صحيح من دون اي مشاكل لنفترد الطالب قام باربع امتحانات لكل امتحان يوجد علامة وارغبين معرفة المتوسط اربع امتحانات لنفترد الامتحان الاول الطالب حصل على النتيجة على 60% من المئة والامتحان الاخر على 70% والامتحان الثالث على 40% والامتحان الاخير على 97% لحصول علامة المتوسط يجب علينا نقوم بجمع جميع علامات مع بعضهم ثم نقوم بتقسيمهم على العدد العلامات في مسائل الحالي اربع علامات اذا نقوم بتقسيم بأربعة كثير منكم سوف يقومون بأعمال بالشكل التالي وسوف يتوقعون ان النتيجة سوف يكون صحيح ولكن خطأ مثلما تعلمت منذ قليل لان شاهد النتيجة سوف يكون نتيجة اكثر من الحد الاقصى والحد الاقصى يكون يا مثل ما تشاهد لاننا كنا نتوقع ان العملية الحسابية سوف يتم جمعهم ولاحقا يتم تقسيمهم على العدد التالي ولكن مثل ما تشاهد العملية الحسابية خاص بنا خاطئة لحل يوم سهلة جدا كل معلوم كان تقوم بوضع الجزء التالي دمنا هذا الاقصى لكي يتم عمل عملية حسابية للجزء التالي في البداية والنتيجة لاحقا يتم تقسيمها على العدد التالي مثل ما تشاهد تم حل المشكلة يمكننا لاحقا نقوم بتحدي بنفسنا ماذا نرغب بقيام بالبيانات على سميزة ارغب بنقول اطبع لي القيمة لازم لكم متى غير التالي زايد على سميزة الجزء التالي من النصر مثل ما تشاهد اهم الجزء كان في الدرسنا اليوم ان تتعلم كيفية عمل عملية حسابية من خلال الجافا وايضا وزيفة زايد زايد وناقص ناقص وكيفية استخدام يوم بالاضافة كيفية استخدام جافا سايمت اوبريتورس عمليات استناد القيمة بالاضافة الهدف كان ان تتعلم الاولويات عملية حسابية في الرياضيات ان كان لديكم اي سؤال قم بوضع في التعليقات اراكم في الدرس القادم لكي نتعلم مزيد الى ما اشعر منكم افضل مبرمجين الى اللقاء اشتركوا في القناة